بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وسلم مهم جدا فهم البركة في الابناء لان ابناءك لما ربنا يبارك فيهم انت اول من ستسعد بعض الناس الحقيقة كل مشاكله ما عندوش اي مشاكل خالص الا ان ولاده عملاله ازمت في حياته فانسان يكون حريص على احداث تلك البركة بداية باختيار الزوجة الصالحة او اختيار الزوجة الصالح ايضا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول تخيروا لنطفكم فان العرق ده الساس انت ما اجيب واحدة اعجبك جمالها او اعجبك مالها وهي بعيدة عن طريق الله عز وجل سيكون الابناء نموذج منها حقيقة ده شيء طبيعي وبذات البنت ودي كاريس طبعا حقيقة يبقى نمرة واحد حسن التخير للزوجة او الزوجة تتخير زوجة صالحة يبقى الابناء ان شاء الله صالحين باذن الله بالوراثة ومش بالوراثة بس وبالطباع وبالسلوكيات وبالتعامل الامر الاخر ان يطعم ابنائه من الحلال ودي كاريسة لست نكون حريص ان لا يدخل فما ابنائي شيء حرام ابدا دي مهلكة والعز والله نسأل الله العفو والعافية والحياة كثير جدا من الصالحين بيتجنب اموال كثيرة هي حلال مجرد ان يشكه بس يقولك لا ولا اطعم ابنائي حرام ابدا لان اطعم ابنائك من حرار دي مهلكة ومضار وسوف ينعكس على هؤلاء الابناء بالسوء والضياع ثم ينعكس عليك بعد ذلك بالتعاسة والالام والجروح في حياتك والحقيقة من اهم الامور التي تبارك في الابناء هو اتباع السنة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في تربية الابناء منذ نشأته بالبداية اولا عندما يولد الطفل تؤذن له في اذنه اليمنى وتقيم الصلاة في اذنه اليسرى وينبغي ان تحلق له طبعا شعره وتعمل له العقيقة ان تزبح زبيحة وتطعم بها طبعا الجيران والاقار والفقار المساكين كل ذلك يؤدل البركة وان تكون حرصا على تعليمه وتفيد وذلك حفظ القرآن الكريم الحقيقة من الكنوز العظيمة المفقودة لدى ابناءنا ان احنا بننسى ان نحفظه من القرآن الكريم وهذه ده فيه ابحاث خطيرة جدا جدا عرفها الغربة عننا الحقيقة الغربة لما بحثهم بعد لما آلمهم اوي الحركات الاسلامية اللي ادت الى طرد الانجليز والفرنسيا وفي الدول العربية قامت دراسات عملاقة جدا ايه سر ان هؤلاء الناس خارقين وقوياء بالجبروت العظيم ده قعدوا يبحثوا يبحثهم وجدوا ان حفظ القرآن في الكتتيب في الطفولة من احد اسباب يجاد عناصل عملاقة وعظيمة جدا ادرت ان يتنزعهم وتطردهم الى بلادهم ويطهرون بلاده من المحتل واجدوا ايه بقى الدراسات بتقول قالوا ان اللغة مهمة جدا في تشكيل ازهان الاطفال فقالوا ان احنا اللغة العامية في الدول العربية لمن اللي يحفظ الخلان محقه بيتفاعل في 3000 كلمة مدارس الاجنبية 17000 كلمة انما لو حفظ الخلان الكريم يبقى محقه تدخل مع 50000 كلمة فبيصبح انسان عبقاري والحقيقة المعروف حتى في السبعينات والثمانينات لما كانت الكتاب منتشر في الدول العربية كان اوائل كلها الطب والهندسة اللي حافظين القرآن ودائما الطفل لما يحفظ القرآن في طفلته بيطلع عنده قدرات خاريخة جدا جدا والدلال يدول على ذلك دي حقيقة موجودة الحقيقة فماذا فعلوا بقى عملوا على غلق الكتاتيب بس كهم البلاد زي مصر طبعا وسوريا ما يعرفهم هيبقى شكلهم طبعا قويح جدا انما في الدول الافريقية كتب الغاز والفكري بتقول كده استطاعهم يغلقوا جميع الكتاتيب في الدول الافريقية ولكن في مصر اوجدوا بقى بداء الاخرى قالوا ايه قاعدوا طبعا يطلعوا نوكة ان دي يعتبر قهر لحرية الطفل ازاي يحفظ القرآن في طفلته وقاعدوا بقى طبعا وطبعا ازيق شائعات طبعا مغرضة وعملوا بداء المدارس الاجنبية وقال لكن دي يعتبر تعليم افضل وبدأوا بقى ايه يعيونوا من خيرين المدارس الاجنبية المناصر المرموقة عشان يحربوا الكتاتيب بدرجة غير ايه بطريق غير مباشرة يبقى حفظ الابناء القرآن حسن تربيتهم تعلموا الحلال والحرام ومهم جدا في برقة الابناء ان انت تكون نموذج له يعني انت مثلا ايه انت بتجذب في حياتك وبتقول له خليك صادق مستحيل طبعا لما بيشوفك وتجذب لازم هيجذب اوتوماتيك حتى لو ديت له مليون نصيحة في الصدق هو شايفك كذاب وشايفك منافق وشايفك حرامي وشايفك مخادع وشايفك مكار اعرب بعض الناس الحقيقة سبحان الله مجرد ان هو تزوج وانجب غير حياته تماما ليه لان ابنك سيصفح نموذج لك ما بل ان انا اعرب بعض الاشخاص الحقيقة بس مكار وخدع ومخادع ابنه تنع فيه نفس الصفات بس طلع حرامي سبحان الله يعني مش تنع مكار بس ومخادع وبيلوف يدور لا ده اكتر طبعا بيمتص منك العادات الخبيصة وبعدين المجتمع بقى بيكمل بقى بقية الخبائص فالانسان يكون حريصا على ان ينصح ابنائه ويعلموا الحلام والحرام ويكون نموذجا جيدا فعالا لابنائه لان الابناء ستكون نسخة مقررة في السلوك والطباع بالذات والحقيقة الطباع بتعدي يعني هو لما يشوف فيك سلوك هو بينعادة لما يشوفك بتروح للمسجد هيروح للمسجد شيء طبيعي جدا لما شوفك بتتهون في السلام مش يصلي مهما تقول له مت نصيحة صلي هو شفك بتصليش لانه يصلي هو شفك حريصا على صدر الفجر اما تيجل كلاما على صدر الفجر يبقى عليهم مالا قيمة فيكون حريصا بالتطبيق ان شاء الله ليس بالكلام وسيدنا يعقوب عليه السلام وهو يموت ينصح ابنائه يعني زل في نصيحة ابنائه نبيه الله يعقوب حتى وهو يموت قال يقول ربنا عز وجل في سورة البقرة ام كنتم شهداء يضحضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون النصيحة ممتدة وبعدين أخطر حاجة بقى ان بعض الناس بينسى أبنائه في النصيحة على مدار عمرهم لا ده ابنك محتاج لنصيحتك في كل مراحل عمره محتاج لنصيحتك في الطفولة وحتى بعد ما يتزوج الحياة نعرف في الحياة بعض النمازج بتلاقي مثلا ايه بنته شخصية قوية جدا وأول ما تجد تجاوز قال لها لا خلي بالك الشخصية القوية دي ما تنفعش الزوج لم بغي أن تنكسر له أو حاجة تانية بتلاقي مثلا بنته غير جدية وبتخل الأمور ببساطة وكسيرة اللغو وبتحترمش الناس قال لها لا خلي بالك الدخل الحياة تانية تغير سلوكك ينبغي أن تحترم من أمامك ينبغي أن تحسيم الكلمات بعض الحياة النساء تكلم كلمة عشوائي مش له معنى ممكن يجرح ممكن يينله قدامه يقول لا لأكلمه لك الدخل على الحياة جديدة ينبغي أن تحافظه على شعور جزوجك سيكون لك أسرة وإذا كون لك أبناء الأمر الآخر الحقيقة في تربية الأبناء والبركة ينبغي أن يعود أبناءه على حياة الخشونة بعض الناس الحياة ربنا عز وجل أخضخ عليهم بالأموال الكثيرة فعايش حياة مرفاهة جدا وبينقل زير رفاهية الأبناء تمنتم لا تعلم أيام ممكن أيام تتخلق ممكن تحدث لهم ضغوط في الحياة فطبعا لما يكون متعود على حياة رفاهية عالية جدا وبعد أن تغير الأمور بتحصل انتكاسة في حياته لا يقابعض الأيام لابد أن تعلموا أن الحياة خشنة ولا بد أن تفهموا ذلك بالإيه بالتطبيق العملي وليس بالكلام